اشتركوا في القناة 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 بي عن الحجم بمية وخمسة وعشرين باي باي R تربيع في H زيان البي ويالبي يروح وإحنا رايدين هذه علاقة راح نكتب ال H يساوي مية وخمسة وعشرين على R تربيع هاي معادلة رقم واحد هي هاي العلاقة اللي حتش أنا لكم عليها يعني هاي علاقة نعم هاي علاقة طلعناها من القانون المعلوم ورايدك بنفس الاسلوب تحل أي سؤال تمام هسا نروح للدال للدال اللي هو منه القانون الثاني قانون المساحة زيان يا مساحة جانبية لو الكلية تقول والله هو قايل مساحة المعدن المستخدم في صناعتها فأكيد ده يقصد الكلية يعني خمال قاعدة مصنوعة من غير شكل أكيد حالها حالا للاسطوانة زيان قانون المساحة الكلية هو شنو تقول والله هو قانون المساحة الكلية يعتمد على الجانبية زيان الجانبية شنو قانونها تقول المساحة الجانبية هي محيط القاعدة في الارتفاع والقاعدة دائرة يعني محيط الدائرة نضرب بالارتفاع هس هاي مني هس هاي المساحة الجانبية محيط القاعدة في الارتفاع لازم أضيف لهس منه مساحة القاعدة الفوق والقاعدة الجوة تقول لي بس هي مفتوحة من الأعلى إذن زائد مساحة قاعدة وحدة القاعدة الجوة هس هاي طلاب منه هاي الدالة راجع موضوع القوانين الفيديو الأول تمام هس طلاب نعوض العلاقة بالدالة لتصبح الدالة ذات متغير واحد يعني ش راح يكون عندي أنزل الأي تو باي آر تنزل بمكان الاتش راح أعوض مية وخمسة وعشرين على آر تربيع زائد باي آر تربيع هس أصبحت عندي الدالة جاهزة بس واحد قال لا تشتاقها وتستعجل خلينا نجهز لك ياها بالبداية قلت له تفضل جهزنا ياها قال هاي الآر ويالتربيع تروح قلت له أوكي قال جيد وهاي الاثنين نضربها بالمية وخمسة وعشرين قلت له راح تصير ميتين وخمسين باي قال هاي الآر اللي بقت بالمقام صعدها للبسط قلت له آر والسالب واحد زائد باي آر تربيع هسه قلت له أشتاق قال لي هملة تشتاق لا تستعجل قلت له زينيش راح تسوي قال لي يا راية تطلع الباي عام المشترك ده أشوفه قلت له تدلل يبقى أنه ميتين وخمسين آر والسالب واحد زائد الآر تربيع هسه قال هسه انطلق الموضوع النهايات قلت له موضوع النهايات هذا سهل قال هو سهل روح اشتاق الدالة فراح اروح اشتاق الدالة يصير عندنا سالب ميتين وخمسين آر والسالب اثنين زائد اثنين آر تمام هسه احنا اشتاقينا طلاب بعد ما نشتاق نصفر المشتاقة يعني راح اصير باي وسالب ميتين وخمسين على آر تربيع نزلتها جوه زائد اثنين آر شي ساوي أنه ساوي أنه صفر وهسه تقول لي قسم على هذا الثابت باي وراح يبقى لنا سالب ميتين وخمسين على آر تربيع زائد اثنين آر يساوي أنه صفر وهسه تقول لي اضربها كلها بآر تربيع راح يصير عندنا سالب ميتين وخمسين زائد اثنين آر تكعيب يساوي أنه صفر انقلها منهاك اثنين آر تكعيب يساوي أنه ميتين وخمسين اذا الار تكعيب مية وخمسة وعشرين اذا الار خمسة سانتيمتور هاي طلعنا الار هسا نعوض الار وين بالمعادلة رقم واحد على مدى نطلع الاتش الاتش راح يصير عدنه مية وخمسة وعشرين على ار تربيع يعني خمسة تربيع يعني مية وخمسة وعشرين على خمسة وعشرين طلع عندنا خمسة سانتيمتر هسا الخطوة رقم ستة والأخير نشوف شرايد من عدنه قال جد أبعادها قلت له هاي هي أنا لقيت لك الأبعاد عبالي رايد غير شي قال لا هاي هي بس الأبعاد عاش يتيدك فالشكل هذا الطلاب حلين السؤال طبعا الخطوات بعد ما تدبر الدالة يتشابهن كلهم لذلك بعد منا وهيش بالأمثلة اللي راح ناخذهن ان وصلك للدالة والمفروض انت تشتق وتكمل الباقي هسا واحد يقول لي ما تختبر اقول له هو كم متغير طلع لي قال متغير واحد قلت له ما يحتاج نختبر لأنا اكيد هذا هو المقصود انتبهوا ياي الملاحظة تقول اذا كان اكثر من متغير طلع عندنا يعني بدال الار طلع عن ارات اثنيا وحدة خمسة وحدة عشرة بهاي الحالة الاختبار اجباري ليش حتى نشوف ياهي نهملها وياهي ناخذها حسب ما هو قايل قايل اقل ما يمكن يعني لازم تطلع النهاية صغرة قايل اكبر ما يمكن لازم تطلع عظمة بس بما انه طلعت لي قيمة وحدة الار فبالتالي ماكو داعي للاختبار لان اكيد هاي هي القيمة المقصودة طيب راح احللكم سؤال شوية يختلف عن هذا وهذا سؤال الكتاب طبعا انت هسه تقدر تطلع على اسئلة الكتاب وخلي ايضا اذكرك بالاسئلة اللي تابعات للملاحظة هاي خلي اكتبلك ياهن هنا السؤال رقم واحد تابع لهاي الملاحظة السؤال رقم اثنائش تابع لهاي الملاحظة السؤال رقم خمسة تابع لهاي الملاحظة المثال رقم خمسة المثال رقم خمسة تابع لهاي الملاحظة ممكن تحلهم كلهم بنفس هاي الملاحظة زين حليت لك سؤال اخر شوية بتغيير السواد شو يقول يقول نافذة على شكل مستطيل يعلوه نصف دائرة يعني احنا عدنا نافذة على شكل مستطيل ويعلوه تعلو هذا المستطيل نصف دائرة تمام يقول بحيث تنطبق او ينطبق قطر الدائرة على احد اضلاع المستطيل فعلا القطر ما للدائرة انطبق على احد اضلاع المستطيل جد ابعاد المستطيل ارايد من عندي ابعاد المستطيل قلت له عيني راح أفرض أبعاد المستطيل بما أنه أنت طلبتهم مني فراح أفرضهم 1X و 1Y وخلي نيجي نقول على هذا X وعلى هذا منه على هذا Y قال فإذا كان محيط المستطيل هل قد قلت له أقول لك محيط المستطيل هذا مو قانون معلوم قال لي إيه هو المحيط قانون قلت له لا قانون معلوم وشوي ركزوا ياه قال لي فعلا أنا نعطيك يا قانون المحيط قلت له هذا علاقة لو يموت إذن هذا علاقة بعدها هي قفلنا إحنا عليها قال جد أبعاد المستطيل لكي تكون مساحة هذا شنو هذا قانون ثاني إذن مساحة منه مساحة النافذة أكبر ما يمكن قلت له عم انتهى سؤالك السؤال أصلا تافه بسيط قال لي شو مقلت له بسيط قانون معلومات قانون معلوم قانون المحيط وقانون مجهول قانون المساحة هاي هي واحد علاقة وواحد دالة وهو آن المعضلة مالتي العلاقة والدالة فبما أنه نعلم إذن هاي انتهى السؤال إذن هسا طلابنا خلي نبدي بالقانون المعلوم اللي هو قانون المحيط بس واحد قال لي قبل لا تروح تبدي يا ريت هاي اتحدد لي نصف قطر الدائرة قلت لهو ما دام طول ظلع المستطيل كامل X فبالتالي نصف قطرها هيصير نصف X متمام قال واش دخل الدائرة قلت لهو الدائرة قطرها دا ينطبق على ظلع المستطيل قال لي ها بس راح الضوج اكترى هاي مال نصف X قلت له لا لا الضوجني ولا هم يحزنون راح اغير الفرضية مالتي وافرض طول ظلع المستطيل 2X يابا ليش قلت لك على مود نصف قطرها للدائرة هيكون X اها يعني بكيفك انت تغير بالفرضية طبعا بكيفيان افرض حسب ما يخدمني تمام تقول لي هاي هي يابا زين تعالوا طلابنا على القانون المعلوم اللي هو قانون منه قانون المستطيل فراح ابدي بمحيط المستطيل اللي هو يقول 2 في مجموعة الظلعين متمام الظلع الاول 2X والظلع الثاني منه الواي زين انا ناطيكم المحيط لولا تقولوني والله انت ناطينا يا ثمانية يعني دينزلوا 2X زايدا واي اش رايكم انقسم على 2 تقولوني يرهم ليش لا هاي تبقى انه منها 4 ومنها يبقى انه 2X زايد الواي هس اش رايكم انقل الـ 2X منها حتبقى انه الواي وحدها ومنها هيصير عندي 4 ناقص 2X هذي معادلة رقم واحد علاقه امنين جبتها قلت لك من القانون المعلوم يعني دائما لما ينعلم عندي قانون هذا يمثل علاقة نعم دائما بس كونك عادا تضبط نفسك وتكتب القانون عدل لا تروح تكتبه غلط تمام زين هس طلابنا نروح للقانون الثاني اللي هو قانون المساحة مالة النافذة مو زين النافذة هي تتكون من شنو تقول لي من مستطيل وشنو ونصف دائرة يعني قانون يرح ادمجه ندمج على مو ديكونن عند الدالة تمام زين قانون المساحة المستطيل حظنا احنا اثنين اكس اذا اثنين اكس في منو في واي زائد زاد منو قانون نصف الدائرة تقول ليifullاني قانون الدائرة حافظة قلتلك اوكي اه نصف دائرة خلي هنا نصف ودائرة نصف دائرة قانونها باي ار تربيع واحد قال لي هاي العر تربيع منين قلت له هاي نصف قطر الدائرة قال لي ايه عين بس هنا نصف قطرها اكس حيكون قلت له هلا عفو مو رحنا عبان إذن نصف باي X تربيع باعتبار نصف قطرة الدائرة هو منه X تمام طلاب هسه هسه هاي الدالة هسه الخطوة اللي بعدها شنسو نعوض العلاقة بالدالة ونكمل شغلنا نروح للنهايات فأجي أقول ليابة 2x في الواي الواي هيش قد 4 ناقص 2x زائد نصف باي X تربيع وهسه طلاب تقول لي خليه أنبسطه وبعد ينشتق يعني راح أصير عدنا 8x ناقص 4x تربيع زائد 1 على 2 باي X طلاب الأعزاء ما راح أكمل الحل هسه أنت تروح تشتق الدالة وتصفرها تمام وبعد ما تصفرها راح تلقى المتغير اللي هو X وبعد ما تلقى المتغير X ترجع هنا وتلقى المتغير اللي هو Y وهو طلب من عندك أبعاد المستطيل X والY واحد قال لي لا X إحنا فرضنا 2x طول ظلع المستطيل خلص لما نطلب X نضربها بإثنين على مود يكون نعدنا الأبعاد وبهالشكل هذا تقدر تحل أي سؤال تابع للملاحظة الأولى بس كونك تفهمها وتعرف يعني شنو قانون معلوم ويعني شنو قانون مجهول وما راح يوقف عندك أي سؤال وركزوا ياي أنا دا أفهمك مودا أحلك الأسئلة لأن ملحق نحل الأسئلة فرايدكم تعذروني على هاي الفقراء لا تنسونا أعزائي تشاركون الفيديو ويا أصدقائكم حتى يستفادون ولايك للفيديو إذا عجبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته